أخطر ما يذكر في برامج الفضائيات أو فيما ينشر على الإنترنت أخطر ما يذكر هو أن تشرح الأحاديث وفقا لهذه الرؤية لرؤية أن جميع مراجع الشيعة هم نواب لصاحب الزمان وهم صمام الأمان وهم الجهة التي يأخذ منها دين صاحب الآمر وكل الأحاديث تشرح وفقا لهذه الرؤية الجاهل قد يعذر وعذره جهله لكن الذي يعرف الواقع وإنما يحرف الحقيقة لأجل أن ترضى عنه مرجعية النجاح هذه خيانة إن كان يعنونها بعنوان التقية أو بالعنوان الذي يضحك به مراجع النجف على وكلائهم الذين يعرفون الحقيقة حيث يقولون لهم من أن الحقيقة هي التي تطرح في برامج قناة القمر صدقوني 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 وحق شرف الزهراء هذا هو الذي يجري في كواليس النجاف يقولون له من أن الذي يطرح في برامج قناة القمر هو الحق وهو الدين لكن بهائم الشيعة ماذا نصنع لهم لو أننا وجهناهم لهذا الاتجاه فإنهم سيرفضون ذلك وحينئذ ستكون هناك فتنة لذا من الأفضل أن نحافظ على ما هو الموجود وحق شرف الزهراء هذا الكلام هو الذي يدور في مجالسهم وفي كواليسهم وإنه أكثر من ذلك أنا جئت بطرف الخيط فقط الكلام أكثر من ذلك بكثير وحق شرف الزهراء ويقولون لوكلائهم الذين يعرفون الحقيقة الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون لهم شيئا آخر يقولون لهم هذه قناة ماسونية وهذا رجل ماسوني إلى بقية الكلام لكن إن الذين وإن الذين يعرفون الحقيقة يقولون لهم هكذا من أن المصلحة تقتضي يحدثونهم عن مصلحة الشيعة تقتضي أن يبقى الشيعة على الحال الذي هم عليه فذلك فذلك أفضل لهم لا يريدون لشيعة أن يعرفوا الحقيقة هذا هو الذي يجري في كواليس النجاة في كواليس مرجعية المرجع الأعلى وسائر المراجع الآخرين وحق شرف الزهراء وأنا مسؤول عن هذا القسم مسؤول عن هذا القسم إذا أدركت زمان الظهور بين يدي إمامي مسؤول عن هذا القسم بين يدي الزهراء في عرصات يوم القيامة وشرف الزهراء ما نقلت لكم إلا الحقيقة وأنا متأكد متأكد بدرجة مئة بالمئة مما أقول هذا هو التيه الذي أتحدث عنه وهو هو الذي تحدثت عنه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم الشريفة القرينة الأولى البدا القرينة الثانية الظهور المباغت الظهور المفاجئ لإمام زماننا القرينة الثالثة تيه الشيعة متاهة الشيعة التيه الشيعي بسبب مراجع حوزة الطوسي الثالثة الثالثة